موسيقى في الحلقة دية تم مفهوض بقى أبدأ أعمل levels جديدة وتعديلات على الـ level بمعنى عايز أديك خلفية إزاي تعمل modify على الـ levels اللي عندك أول حاجة قبل ما أضيف الـ levels الجديدة لازم أعف أنا عايز أضيفها لحد فين؟ لمين بالظبط؟ على سبيل المثال الجزء اللي على يصال المبنى دوت عايز يكون لي ارتفاع معين لو هو موجود أولي في الـ levels خلاص مش أعمل level جديد يعني هو موجود في الـ levels دي تمام لكن لو مش موجود فهيعمل واحد جديد كذلك عندي هنا مثلا لو جي 3D عندي كوريدور أو الطرقة ديت المفهوض hold control على اثنين مع بعض ده المفهوض selected عندي اثنين wall عايز أخلي الحد العلو اللي هنا دوت لغاية فين؟ لو موجود تمام مش موجود اللي هو الكوريدور هعمل واحد جديد وهكذا بعض الجزء اللي هو على يمين دوت عايز يطلعه لـ level معين وهكذا فكل الـ levels أنا بعملها عشان استخدام معين ففي الحال دي خليني أجي أول حاجة عند اللي هو الـ elevations south بشكلة وبعد كده هاجي من level 4 وهبدأ أضيف grades طبعا ما كانت grades قلنا لك قبل كده من الـ datum أو أدوس على LL بكيبورد مباشرة وبما إن أنا أصلا كده كده عند levels فهدوس على طول على big line وهبدأ أستخدم اللي هو الـ offset هدوس 1200 من أول level 4 وبعد كده هدوس ثاني على 600 ثاني وأنا موجود في level 4 طبعا لازم تعمل zoom in عشان يكون عندك control أعلى أنا كده عملت اتنين عندي جودات فوانس ان أنا مفروض خليين أدوس كليك على دوت وأكسر الـ elbow كليك على دوت وأكسر الـ elbow وأكسر الـ elbow وأكسر الـ elbow دي كمان بحيث يكون عندك space لكل اللي انت عامله دوت هاتي group point دي هنا هاتي group point دي هنا وأكسر ده كمان زي ما هو تحت ها ممكن كمان أنزله تحت شوية بالشكل ده يبدأ level 4 زي ما هو ده خليه reset اللي هو straight line مش مشكلة كده واضحين أعتقد فهات دوت اللي هون مفروض عندك الـ 600 ويسميه وليكن west ويدوس على enter دوس confirm their name هات دوت double click عليه ويسمي ده في الحالة دي west بالشكل ده ودوس على enter دوس على confirm كده عملت الـ 2$ طبعا عندك الـ 2$ خليهم يظهروا من الجنب اليسار بتاع المبنى فهات دوت click واعمل check ودوس بعضه على دوت click واعمل check وكمان ممكن تظهر اول level 2 لو انت هتحتاجهم عشان تشتغل عليهم مش مشكلة اظهرهم دلوتي بشكل مؤقت وبعد كده امسح لو انت حابب طبعا الدنيا اللي زحمت عندي في الجزء دوت فتاني هدوس على الـ elbow extra تاني بالشكل ده كده بقى واضحين عندي ودلوتي ممكن حتى ادوس click على اي واحد فيهم وعندك الـ group point او الـ dash line دوت انا ممكن اعمل move بالشكل ده ديهم كلهم مع بعض بحيث يكون عند space بعد المبنى بالشكل ده وزي ما انا برضو هدوس على الـ L او level جديد وهاجي هنا offset بتاعي في الحالة ديت ده بقى هيكون عشان الطرقة بتاعتي يعملها level معين 600 تأكد بس انك بتدوس القيمة الصح عندك في الـ offset value خليها 600 وانت مع الـ big line وتعالى كده بشكل ده تمام، click على دوت الـ bubbles على اليسار مش مشكلة طبعا انت محتاج في الحالة تكسر الـ elbow و double click وسمي ده في الحالة اللي هو الـ corridor او الطرقة بتاعتك دوس على enter دوس على yes كده عملت كمان الـ level بتاع اللي هو الـ corridor بتاع كده انت جاهز كل الـ levels عشان تطلع بكل الـ walls بتاعتك على الـ level دي مباشرة هاجي بقى دلوقتي بالنسبة للشكل اللي هو الـ 3D دلوقتي عايز اطلع كل wall جزء من الـ wall للارتفاع بتاعه فممكن hold control على دوت ويهي على ده هات الحد العالي من الـ props بالتخليه اللي هو الـ corridor puppet بالشكل دوت تمام عندي بقى الجزء العليسار دوت محتاج اطلعه فهدوس برضو عليه كله مع بعض ويهي اطلع ليه الـ level بتاعه بمعنى عايز تطلعه ليه الـ الارتفاع اللي انا محتاجه للجزء اللي على اليسار دوت فهدوس عليهم كلهم مع بعض hold control بالنسبة بـ click عليهم واحد وغد تاني بالشكل دوت اللي هو الـ exterior تاكد بس انك بتجيبهم صح طبعا ممكن تعمل zoom in انا بالنسبة لي كده مفيش مشكلة وهده كمان وهده دلوقتي انا اختار ترون كلهم زي ما انت شايف اللي هو الجزء اللي على اليسار دوت ناقص انها دلوقتي هاجي هنا عند token constraint بالشكل دوت وبعد كده اختار الحد اللي انا عايزه خليني ااجي هنا في الحالة دي عند الـ waist الحد اللي هو الغربي مثلا كده طلعته الارتفاع اللي انا عايزه بالشكل ده هاجي بقى للجزء اليمين بس قبل ما ابدأ في الجزء اليمين خليني ممكن اشيل الـ wall ديت delete بالدور بتاعتها مش مشكلة وهده اعمل join بين الـ wall ده و الـ wall ده بمعنى ممكن ااخد اي wall منه و اجيبه بالـ grip point بتاعته هاخد ده zoom in هات الـ grip point ديت نزلها تحت مش مشكلة لغاية ما تيجي عند الـ wall ده بالشكل ده بس كده طبعا عندي موضوع الـ join ده ممكن تغيره بمعنى ايه هات الـ grip point ديت لو ادوست right click المفروض ممكن تعمل disallow يعني كأنك بتضغي الـ join بينهم ولو لغيته بالشكل دوت هتاخد بلك انه حتى الـ shape اللي هو الخط الساميك كأنه دخل مع بعضه لو دوست click تاني على الـ wall عندك ايه علامة الـ join click عليها كده عمل join تاني مع بعض طبعا عندي هنا من modify في عندي اللي هي wall joins click عليها بيديك style ممكن تختاره بانك بتدوست على next بشكل دوت بيديك كذا style للـ join shape بتاعك دوست على next تاني ممكن تديك كذا shape زي ما انت شايف انت بتختار المناسب ليك في الحالة ديت ده option بالنسبة لك طبعا كده عملت join على سبيل المثال مشكلة وبعدين ممكن اعمل do or opening هنا ده مش مشكلة بالنسبة لي بهم click علي 3D هت دلوقتي كل الـ walls ديت click علي دوت click علي دوت طبعا بس تاكنك بتختاره صح بالشكل دوت طبعا كده اجيبته مع بعض وهات كمان اللي هو بتاع الأسنسير او الـ elevator بتاعك بالشكل دوت zoom in هات اللي هو الجزء ده وبعد كده تعالى مباشراتا عندك هنا اللي هو top constraint خليه في الحالة ديت عندك لو اتأكدت بس نخدت نفس اللي هو الـ level اللي انت عايزت تطلع له اللي هو البربات الحد بتاعك كده طلعت الـ design بتاعك اخد الشيب الاساسي بتاعه اللي انت محتاجه يبقى انت كده قسمت ارتفاعات المبنى زي ما انت شايف عن طريق الـ levels اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة